موسيقى 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 من ظل التطورات المتلاحقة أصبح هناك العديد من الممارسات الفعلية التي لم ترت في القوانين السابق مثل الأطر الموازنية والتخطيط المالي وموازنة البرامج والأداة علاوة على وجود عدد من المواد في القوانين بذات المضمون وتؤدي نفس المعنى بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهنا والذي ظهر جليا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التي تربط الإعداد بالتنفيذ مما يعكس الحاجة الملحة لصياغة قانون جديد موحد للمالية العامة إن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية بتنفيذ الموازنة والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حلت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق دوابط حاكمة كما أنه من بين أهداف مشروع القانون الجديد الارتقاء بالكوادر البشرية والإدارة المالية بالوزرات والجهات الإدارية حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة أيضا يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفساع في الإعداد والتنفيذ والرقابة والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكة واستخدام نظام التوقيع الإلكتروني كذلك يهدف إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة ويقع مشروع القانون المقدم من الحكومة في ست مواد إصدار وتمانين مادة مقسمة على ستة أبواب الأول تعريفات ومبادئ الموازنة والثاني أسس ومراحل إعداد الموازنة والثالث قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل والرابع الرقابة المالية والضبط الداخلي والخامس الحسابات الختمية والسادس الأحكام العام فبعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيدة حول مواد مشروع القانون المعروض وفلسفتي ومذكرة الإضاحية وطلعت على العديد من التشريعات المقارنة والدراسات المتخصصة فقد ارتأت اللجنة إدخال بعض التعليلات الوردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفع وذلك في ضوء مبادئ الرئيسية تمثلت في القادة توصيف الوضع القائم في إطار العمل بالقانون 53 لسنة 73 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون الرقمية 27 لسنة 1987 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلتها اثنين الأحكام الوردة بالدستور المصري بشأن الموازنة وتنفذة ثلاثة التشريعات المالية القائمة حالياً والعلاقة مع الأطراف ذات الصلة أربعة الممارسات الدولية في إعداد التنفيذ ورقابة الموازنة خمسة التطور في أسلوب العمل والتحول الرقمي واستخدام النظم الآلية ستة القدرات اللازمة للتحول وفق المستدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة وعليه متاح لحضراتكم بالتقرير وجدول المرفقين النصوص الأصلية المقدمة من الحكومة والتعديلات المقترحة كافة سيدات والسادة عضاء المجلس المؤكر نكتفي في موجز ملخصنا هذا بالإشارة إلى أبرز التعديلات أولاً مواد الإصدار تم حصف كلمة العامة في الفقرة الثانية من المادة الأولى لتصبح كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية نظراً لأن الهيئات الاقتصادية أشمل فتضمن في فحواها كل من الهيئات القومية الاقتصادية والعامة وزادة الطابع الخاص فتم حصف كلمة العامة أينما وردت في نصوص مواد القانون كما تم إضافة عبارة ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والآداء مع موازنة البنود للتأكيد على أن الموازنة العامة للدولة تطبق على أساس البرامج والآداء كما تم حصف عبارة التعليمات القائمة حالياً من المادة الرابعة لكونها متضامنة ومتصقة مع اللواحة التنفيذية ثانياً مواد مشروع القانون أجرية تعديلات على المادة واحدة الخاصة بالتعريفات حيث تم تعديل بعض التعريفات مثل تعريف المالية العامة السلطة المختصة الجهة المستقلة الإنفاق الحكومي التصنيف الوظيفي أساس الاستحقاق حساب الخزانة الموحد الحسابات الصفرية وذلك لضبط الصياغة الفنية والطور القانونية حيث يتفق التعديل المقترح مع التعريفات المستقرة عليها في العلوم المالية في علوم المالية العامة والمحاسبة الحكومية كما تم إعادة ترتيب بعض التعريفات حيث جاء تعريف صاف الحيازة من الأصول المالية تالياً للفائد أو العجز النقدي مباشرة ويسبق تعريف الفائد أو العجز الكلي وذلك الاعتماد قيمة العجز الفائد أو العجز الكلي على نتيجة صاف الحيازة الأصول المالية كما تم وضع مصطلح الفائد قبل العجز حيث أن هذا التعديل يتفق مع أسس المعالجة المحاسبية كما تم إضافة عبارة وغيرها من الأصول لتعريف صاف الحيازة من الأصول المالية حيث أن هذه الإضافة متطابقة مع الباب الرابع من التصنيف الوارد بالمادة 12 من مشروع القانون بشأن استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة كما تم حصف مصطلح البنوك من تعريف الوحدات الاقتصادية لأنها مشمولة بتعريف الشركات ولأن البنوك تتخذ شكل شركات مساهمة تبقى لقانون الشركات وقد شملت التعديلات حصف تعريف الاستحقاق الدستوري باعتبار أن التعريف وارد تفصيلاً في المادة 9 من حيث تحديد نطاقه ومصدره حيث تنص المادة 9 على أن تلتزم الوزارة بالتنصيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القوم الإجمالي للوفاء بالاستحقاق الدستوري ومن ثم لسنا في حاجة إلى هذا التعريف في هذا الصياغ كما تم إعادة تعريف الشفافية والإفساع والمساءلة لضبط الصياغة الفنية للتماشي مع معايير المحاسبة والمراجعة الحكومية ولتحقيق أكبر قدر من الشفافية ولتوضيح الغرض المستهدف من تطبيق معايير الشفافية والإفساع وأهمها القدرة على تقييم مدى الكفاءة الفعلية في حسن استخدام موارد الدولة والقدرة على رسم صورة واضحة لمالية العمل للدولة في حين تم تعديل المادة السالسة حيث أن مصطلح البرابج معرف ضمن التعريفات الوردة في صدر المادة واحد وهو تعريف مشمون في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وتم استبدال كلمة للدولة لتصبح الخزانة العامة حيث أن لفظ الخزانة العامة أدق ولأنه يوضح صاف العلاقات العلاقة بين الإرادة والاستخدام للجهات فمن الطبيع أن يعود الإرادة للدولة ولكن الفائد يعود إلى الخزانة العامة للدولة ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة في صدر المادة سبعة أنه لا يجوز إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون حيث أنه بمختدر هذا القانون لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام معين كما لم يعود من الممكن إنشاء صندوق خاص إلا بناء على قانون وقد رأت اللجنة تعديل المادة 16 حيث تم حسف عبارة الخطة القومية للتنمية المستدامة وجاء هذا لأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مصطلحاً دستوري بينما الخطة القومية للتنمية المستدامة تعابيله ليس له مدلول تشريعي وحيث أن الخطة الاستراتيجية للدولة تعريف عامل وأشبه ومن التعديلات الجوهرية التي ادخلتها اللجنة تعديل المادة 30 حيث بمقتضاها يتعين على الجهات الإدارية أغز رأي الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة وفي حالة اعتراض الوزارة عليها إبداء الاعتراض كتابة ومسببة واختار الجهة خلال 30 يوماً من تاريخ استلام مشروع القرار ويعرض مشروع القرار على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه ومن هنا وجب التعديل لأن المقترح المقدم من الحكومة كان لا يلزم وزارة المالية بالرد خلال مدة معينة ويعتبر عدم الرابط بمثابة عدم موافقة وهو أمر من شأن تعطيل سير العمل الحكومي والإداري خاصة إذا كان قرار الهيئة أو الجهة المعنية في إطار الموازنة وفي إطار القانون وفي ذات الوقت فإن التعديل المقترح من اللجنة يحقق الغاية التي تبتغيها وزارة المالية حيث لا يعد مشروع أي قرار بإضافة أعباء مالية غير وردة بالموازنة غير نافزة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية وعدم الاعتراض عليه وفي حالة الاعتراض يرجع مشروع القرار قبل تنفيذه لمجلس الوزراء ليحسم القرار كما تكون إعادة صياغة المادة 32 ليكون نصها تلتزم الوزارة بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كما تلتزم بتنفيذ القرارات أو الفتاوى الصادرة عن الجهات المختصة في المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض حيث أن النص المقترح الأصل المقدم من الحكومة يأتي وزير المالية السلطة التقديرية المطلقة دون أي ضوابط في قبول أو عدم قبول الفتاوى ذات الصفة العمومية وهو ما جاء مخالفاً لكل النصوص التشريعية المستقرة في قوانين الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية ومن ثم ارتاعت اللجنة أنه لا يجوز إعطاء السلطة التقديرية المطلقة للوزير دون ضوابط في التنفيذ أو عدم التنفيذ فكان يجب تحديد الالتزامات أو تركها للقواعد العامة والمبادئ المقررة في مجلس الدولة المصر وبالصياغة المقترحة من اللجنة تركت للقواعد العامة كما ارتاعت اللجنة تعديل الفقرة الأخيرة من المدة 39 لتصبح وفي جميع الأحوال التي يتم فيها الصرف بالمخالفة يجب على ممثل الوزارة والمسؤولين الماليين في هذه الجهات اختار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات كتابة بما تم خلال شهر من تاريخ وقوعها وذلك لتحديد حد أقصى لتوقيت اختار الوزارة والجهاز المركزي بالمخالفة واتصاقا مع المادة المحددة بقانون جهاز المركزي ذات الصلة مادة 14 من قانونه وقد تم استبدال كلمة التكلفة بالقيمة بالمادة 49 وذلك لأن القيمة مفهوم الاقتصادي أكثر من كونه محاسبي والتعريف المحاسبي السليم هو التكلفة وليست القيمة في حين تم إضافة عبارة بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي في صدر المادة 51 وذلك رجوعا للنص القائم حاليا من المادة 30 مقرر من قانون المحاسبة الحكومية كما تم تحديد توقيت الإبلاغ بمادة 62 للجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة والجهات الرقابية والمالية تبقى لنص المادة 15 من قانون الجهاز مع حسف عبارة الذي يترتب عليها ضرر مالي وجاء الحسف حيث أن المخالفات المالية تعد من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر وقد تتحقق الوقاء أو التصرفات المخالفة حتى ولم يترتب عليها ضرر أيضا تم إضافة فقرة وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية في السنة المالية والإطار الموازني متوسط المادة للمادة 65 لتقييم الأداء بشأن قياس النسب المحققة من الإطار الموازني متوسط المدى والمعد مسبقا لاستبيان حجم الصرف وتقييم الأداء بالنسبة للثلاث سنوات محل الإطار الموازني كما ارتأت اللجنة إضافة فقرة على أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات متابعة وتحدد اللقاحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها في عجز المادة 67 لضمان توفير البيانات اللازمة للمتابعة في الوقت المناسب وإرسالها إلى وزارة التخطيط في موعد يسمح لها بآداء دورها المنوب بها ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على المادة 69 هو تعديل عبارة 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بدلا من عبارة 5 أشهر وذلك لمراعاة توقيطات تقديم التقارير المحددة بقانون الجهاز مادة 18 والاستفادة من المدة المحددة بالمادة 125 من الدشتور بشأن عرض التقارير المعد عن الحسابات الختمية كما تم إضافة عبارة ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ كي يتوافق ذلك مع الدستور في بداتهم 2049 وقانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس في المادة 47 وجميعهم يقر بأخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليه فإن إرسال هذا التقارير يسري ويضيف للأعضاء معلومات تساعدهم في تكوير رؤيتهم أثناء مش مناقشة مصروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضا تم دمج المادتين 71 و72 لارتباطهما بتنظيم الموارد البشرية في حين تم إضافة فقرة مع مرعاة أحكام قانون الخرمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 حيث أن جميع الجزاءات وردت في المادة 61 و62 من قانون الخرمة المدنية مع إضافة لممثل الوزارة وأعضاء الجهاز المركز لمحاسبات البند 4 اتصاقا مع ما ورد في البند رقم 2 و3 من ذات المادة حيث جاء النص عام وغير محدد وهذا من صميم عمل الجهاز وبناء على ما سبق من دراسة اللجنة لمشروع القانون المرفق وما تم من اجتماعات ومناقشات ودراسات نرى أهمية مشروع القانون المعروض وحتمية إصداره ويستسمن اللجنة المجهودة الذي بزلته وزارة المالية في إعدادها وتقديمها للمشروع وعليه فقد استقر الرأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تعديله على النحو الورد بالجداول المقارنة واللجنة المشتركة استوافق على مشروع القانون المعروض على حضراتكم تربو المجلس المؤقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة شكراً للسيد المقرر على هذا العبد الوافق والآن نبدأ مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ ولا تفضل السيد الوكيل باب شكراً بالحديث شكراً للمشاهدة